اشتركوا في القناة 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 نعرفك مثلاً أطفال التوحد البغوي الصغير اللي كنسمعو إحنا غير قادية الباب ومارك يسمعوها فواديس مثلاً نقصم نقصم يعني تواصل مهمة بين فريق طقم طبي باش نوضعو دك التفلة ولديك التفلة في أحسن الظروف في حالات اللي تكون المرض سبب تأخر نمو الأسنان عنده تأثير من بعد دكتورة غيكونوا مشاكل من بعد إلى مستوى الفم لكن التأخر دي النمو الأسنان أكيد غيكون لأنك تأخر نمو الأسنان يعني كيكون تتأخر وصيف تكويل الأسنان في التماعدن يعني يقدروا يخرجوا دك الأسنان بها ديك الطبقة طبقة الميناء اللي هي الطبقة السطحية دي السن كتكون ما تكونتش مزيان يعني كتكون نقص تماعدن ديك الطبقة الخارجية وبالتالي كيكون سن لهاش كيكون أكتر عرضة التساوث دونك ابتداء منذ تشخيص المشكل أو للمرض يجب أن نمشيه بطريقة مستأجلة حتى لطبيب الأسنان المختصة طبقة أسنان للأطفال لأن كل طفل كتختلف المشاكل اللي غادي يكون عرضة لها ولما تمش تدخل بشكل سريع الفم مصحة دياله تتكون مهددة وش هما مهددين لما تعالجوش أنا مخيخي رجو السنان ضغيغة يمرضوا لهم ويتعرضوا لفقدان الأسنان في سن صغيرة وأكيد لأننا كيفاش نحضره للتساوث ولكن نحضره على مرض لا تهو مرض باكتيري يعني كيدي باكتيريا يعني هذيك الباكتيريا غا تبقى في الفم يعني يمكن تل أسنان دائمة تيكا تتقاش وحاجة أخرى طفل اللي ضرروا سنانه كيفاش غايتجاو مع الوغتوفونيست كيفاش غايتجاو كيفاش غايتجاو غايتجاو يعني سيبورساكو ما خاسناش نخليه والأمور تفاقب والأمور تزيد بزاف خاسن البداية تبدأ من الأول الزيارة أولى عن الطبيب الأسنان باش كناتيل لهادك اللي بارون النصائح كيفاش نعلمو لهادك الوليد يتعامل ويتجاوب ويولف على هذيك البغوصابة كي يولفو ويتعلمو انهم يحكسنا لهم بحدهم كين دي زيطاب اكزاكتمن أول إيطاب بيانسور اللي مهمة نبداو بكري يعني مون بدو ضهول أسنى الأولى وخننغضو هذيك الكتنى البيضاء نمسحو بها لبتيت كونترس نمسحو بها سنينات و بشوية بشوية بدو كينو دو سنينات كان نبدو بلا بغوصادن ونسي دو شوازير هذيك البغوصادن اللي أدابطي المشكل مثلا شي واحد عندو بروبلم في الحركية ما سيتحكم يعني غنا أزلو المش ديال البغوصادن اللي كتقدر تعاونو نعاونو فالأول نعلموه بالنسبة للحالة اللي شوية أفانسي نعلموه بعدها يحلفوا مو يعني يقلدنا يقولوا لي حلفوا مك أنا كنحلفوا مي نبقى واحد المدة نعلموه يحلفوا مو نقدرو كريمو نستعملو دو بغوصادن المش ديال بغوصادن واحدة باش يحلف سنانو والخورة باش نحكو بيها سنانو تختلف الحالة وانتما كمختصين غتقدروا تعاونوهم قلت يا دكتورة في بداية الحديث باللي كان نوع من هذا الأمراض اللي دوية دياله كتتساهم في أنه في دهور السوسة بزربة في السنان في السن صغيرة التدخل ممكن كيكونوا علاجات هو كي يخدوا تفاديه أن السوسة تخرج ليه أو لا انتما كتدخلوا كل شوية كتبان السوسة كتحيدوها لا كي ينين علاجات وقائية كما قلنا يعني مثلا أول حاجة طريقة تفرش الأسنان النظام الغذائي وأيضا كين ديزابليكاسون ديالفلور ديالمواد نعتبرهم فيتامينات اللي كي قوة ولينا هذك الميناء هذك الطبقة السطحية ديالأسنان شكرا لك حتى الموضوع ربما بزافتي لأبا والأمهات مازال ما عارفينش به وهي فرصة أننا نتعرف على تفاصيله أكتر نوعي ونساهمه في النشطر الوعي بخصوص هذا الموضوع بالنسبة لك بحكم الخبرة ديالك الأشخاص من دوي الاحتياجات الخاصة ولي عندهم اختلاف أو الأطفال الأصعب في العلاج كنا هما؟ أو المتابعة؟ ما كينش حاجة سهلة وما كينش حاجة صعيبة يعني أي الطفل عنده لا كلي دياله يعني بعد المرات كي يكون طفل في التوحد كين واحد كيدو سيخفه عادي وكين واحد خصان دوجلت في العام من أصعب أطفال قد نقول هما اللي الوالدين ديالهم ما مساهمينش في العلاج ما زال ما متقبلينش بعضا باللي عندهم اختلاف عند الطفل ديالهم شكرا لك دكتور على نصيحة كلينا دايما تنحلوا القوس باللي أن عندك طفل مختلف على الآخرين إلا ما تقبلتيش انتا ما غيتقبلوش المجتمع هو ما غيتقبلش راسو غايش بزاف ديال الصعوبات مش غايكي فاشين قد انضف سنانو غايش بزاف ديال الصعوبات على مختلف المستويات اختلاف كتبوا الله الوالده كلها بنتك تقبلوا وعلموا يتعيش منه ويصنع منه نقطة قوة ليه باش يقدر غدا وبعد غدا يدير بلاسته في المجتمع ويفرض باللي اختلافه ماشي أجز ماشي ضعف ولكن هوا كتب لي الله يكون مختلف على الناس أخرى غادي يلقى طريقته باش يلقى بلاسته في المجتمع شكرا على متابعتكم ولينا مغربة العالم فرصا تعرفوا على اسما بالعوني مغربية تتسافر وتتشارك بزاف دي المحتوى على السفر مع المتابعين ديالها اللي تتجاوز لعدد ديالهم على مواقع التواصل الشمائي المليون متابع شكونا هي قصتها رفورتاج راشي ربط بها الاتصال موسيقى توتيق المغامرة والانفتاحة لتقافات جديدة سيمات أساسية الشابة المغربية أسماء بالعوني اللي خدت من السفر واكتشاف الحضارات الأجنبية وسيلة التميز في منصات التواصل الشمائي إذ كتأتابر من بين أشهر صناع محتوى السفر في العالم الرقمي مع أكتر من مليون متابع وأكتر من مئتين مليون مشاهدة في وسائل التواصل انطلق مشوار العشرينية في صناعة المحتوى عام 2021 بعد حصولها على الماصر في التجارة والتسويق من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إجابة المغرب من شمال الجنوب زارت مدن وقرى ونقلت مميزاتها عبر سلسلة فيديوهات بعنوان شنو تقدر تدير اللي كتقدم فيها نصائح للأنشطة أما كل ما بيت لأكلوا كل ما كيحتاجوا المسافر بطريقة كتشجأ المغاربة على اكتشاف بلادهم في هذا الوقت نفاتحت على دول أخرى ونقلت خصوصياتها من بينها مصر والهند اللي كتقم فيها حاليا إذ كتشغل منصب مسؤولة تنفيذي للتسويق الرقمي في الهند أسماء بالعوني مغربية من مغاربة العالم وهي اليوم عازمة على زيارة الدول الأخرى للتعرف والتعريف بالثقافات الأجنبية بطريقتها الخاصة يا مرحبا وألف مرحبا بأسماء بالعوني معنا اتصال من الهند مرحبا بك أسماء في برنامج أسرتي شكرا شكرا لك بزاف زينة بالصدافة وشكرا لكم تتعطم ساعة سعيدة تكوني معنا منورانا ومشرفانا محتوى على السفر علش كان هاد الاختيار وكان أرفو بلي في مغرب مكيش بزاف ديال صنع المحتوى أو لاز انفليونسور اللي تيهتموا بمجال السفر علش اختارتي على الدومين؟ هادا كان من الأسباب اللي علش انا اختارت صناعة المحتوى في مجال السفر كشبت باللي كانت باركلا دراري عدنا كتيرو فيديوهات على السفر ولكن بنات كانوا قليل بزاف فقلت علش لا ما نتخيش فيديوهات ونسافر ونبين باللي رأى البنت رح تعيات اخترت السفر والسفر رح اامن السفر مش يخل داري ميل كلش شحال من وجهة الزارتي من نهار بديتي صناعة المحتوى؟ فاش بديت اول مرة اول مرة بديت كنت طالبة وفي نفس الوقت كنت كنت نسافر فتقريبا سافرت درت فيديوهات على جول المدن المغربية من الشمال حتى الجنوب على شنو تقدر تدير وفين تقدر تبات وشنو تقدر تتاكل إلا سافرتين هاد المدن هادو بأتمينة اللي هما جدا مناسبة ومن مرة ها سافرت المصر وانا حاليا دابع في الهند التجربة في الهند كيفاش بنسبالك حتبغ ميل ديستيناسون ماشي اي واحد غيز عماليهم كان بصفتي الناس يقولك الهند بعيدة اختلاف كبير في التقافات لماذا وجدت بحكم الخدمة وقلتي غانمشي وغانطلق في المغامرة والرحلة ومنها ندير صناعة محتوى او لا كان قرار شخصي انتي بغيتك تشفي هاد البلاد؟ كان قرار شخصي تتخربه كان عندي بزاف جلي ديستيناسون عندي بزاف جلي زبشون ما في الهند قلت زمائية لما مشيت الهند وانا يا الله عندي 23 عشرين عام ما كنتظنش انني من المورة هادثين هادا نقدر نذكر انني مشي لها وكان عندي بزاف جيل تساؤلات حول هند وحول الثقافة كان شوفوا بزاف جال جال فيديوهات على ذاك التقافة وكنقلوا واش ذاك شي بصح؟ فكانت بزاف جيل تساؤلات فليلي خلاتني ودفعتني انا اني نقول علش الله غادي نمشي ونجرب ونعيش تجريبا ديالي تناك وبدأت تتخدمي في مجال التسويق الرقمي؟ انا متخصصة في مجال التسويق الرقمي هنا في شركة هندي ما شاء الله لك تجربة تناعة المحتوى المتعلقة بالسفر كواليسها صعبة؟ صعبة شوية على البنت اكتر على الولد هذا الشي زي ما بالخبرة الجالية في هذا المجال انا هو كتصافي ببحدك انا هو كتسمعي بزاف جيل الناس هو بصح بزاف جيل الناس كيشجعوك ولكن او مطلع فاش كتكونين شابنس كتكت بزاف جيل الناس كيقولوا لا علش انت عنايا؟ ولكن مجال اللي كتتعلم فيه بزاف جيل الحويش وكما دي ما تنقول ان الصفر هو مدراسة يا اي واحد خاص يجوز منها حيجاش كتتعلمك بغايمه بزاف جيل الحويش اليوم كيفاش كتتحلمي تطوري مشروع محتوى ديالك باش يكون اكتر افادة يقرب كل شرائح اخرى واش خارطة اللي رسمتين راسك للسفر مزالة كبيرة وكتتحلمي تمشي البلايس كتار؟ اكيد اكيد الهدف جالي كان من الصفر هو ماشي صفر للمتعة ولكن هو صفر الاكتشاف ثقافات ونعيش مع الناس ونعيش تجارب مختلفة لو كانت صفر افادة او الخيبة سنتعلم منا فالهدف جالي هو زيارة عدد او عدد معين من البلدان ولكن هو عيش معه معه التقافات ومشتكتاف التقافات وعلومات كتر وكتر وكتر على بلدان العالم اليوم بتجربتك في الهند شنو تقولي للناس إليها شنو ألماتك ثقافات الهند وتنعرفوا باللي فيها بزيف ديال الاختلافات من الناحية ديال الدين ديال الآدات ديال من منطقة المنطقة تختلفوا التقاليد تختلفوا طريقة المجتمع كيفاش كايشو طوراتك تجربتك في الهند تخلتك تنجي بسرعة؟ الهند علمتني بزيف جل شوي جعل ما كانش سهل من أول أسبوع بديتوا بالبكال ديال اللي أنا قربت أول المشوار جالي في الهند قرب يسالي وغادي جاني البكال حيثا غادي نسال هاد المشوار اللي بغيت نقول الناس هو عن حمركم تحكموا على شي بلاد ولا على على شي دولة ولا شي تقافات وما مع الشوحاش وما تعيشتوش مع ذلك الناس مش فكرة المسبقة اللي كانت في الهند أنها مش شي سيف أنا خيبة بزيف جل حويش ولكن فجيت لناي الهند وعاشرت مع الناس اللي بغيمه عاوني بزيف بدرجة أنه سكنت مع عائلة هندية هندوسية اختلاف الديانات اختلاف الثقافات وكانت تقبلت التقافات اللي بناتنا وخأنا مثل ما هوم هوم من الهندوس عاشوا معايا اول جربوا معايا وعاش معايا الثقافة الجالي الأكل الجالي جربت معاهم الأكل الجالهم شفت المهرجانات الجالهم احتافلوا معايا بالأعياد الجالنا في غي موها هتبادل التقافي اللي كان بناتنا بدل فيها بزاف جلا 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 جلح وعيش سوطوء على الهند فيها مناطق بزاف سهل انك انك تزورها عشون تقول الناس يتا يقول لك خس يكون عندك الفلوس باش تسافر الفلوس بزاف لا فاش يلا بديت كما تلك في الول فاش بديت تسناعات المحتوى كانت عندي الفكرة يعني نبدل الناس عن الفكرة أنا رأى من عائلة بزافة ولكن يعني انا كم قدر انسافر لها بجلس وعيش طبضان ومستخدم مناسبة ليس دروري انك تكون عندك بيجا كبيرة بس انك تقدر تتعشف وتسافر لا بلعكس رغير انت كطالب كطالب وتقدر انك تتعشف في المغريب ولا برا المغريب بالعكس الصفر خاصو غير غير الشجاعة وخاصو بيجا اللي قليلة ماشي كبيرة بزاف . اي كنت بليت جدا بتكفي الهند كتواشك على انتهاء الوجهة المقبلة فين؟ الوجهة المستقبلية جالي هو بريطاني تكتشف أكثر وأكثر وأكثر البلدان في فقارات آسيا حيث تشغير من بعيدة التقافة جانا والمغريب بعيد بزافة لأسيا جوكوكين بزاف دير خلاف التقافات فالهدف جالي هو أنني نظر أكبر عدد ممكن من البلدان اللي كانوا في آسيا ونكتشف التقافة جالو بتوفيق لك أسماء شكرا شرفتنا في برنامج أسرتي كنت سعيدة أنني نحاورك وأكيد نطلقاوك إن شاء الله فرص مقبلة مشاهدينا الكرام الحلقة مستمرة جوقية من يد شيف ورحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة المصفة اليومة ستكون موس دي الحمود سننشوفوا المقادر أول حاجة سنحتاج سنيدة قشور الحمود كاس دي العسر الحمود الحمود الكزين وغادي نحتاجو كرام فراش كاس كبير ديالو أول حاجة غادي ناخدو سنيدة غادي نضيفو لها الحمود وغادي نحاولو نخلطوهم مزيان حتى يخرج لنا الزيت ديال السيطر ومن بعد غادي نضيفو العسر ديال الحمود نحاولو نجنسو كل شي مزيان باش سنيدة دوبلينا غاش غادي دوبلينا لخالطو غايت جنس غادي نديرو على نار متوسطة المدة ديال خمسة دقايق حتى يغلو وفي كاسرولة الثانية غادي نحطو قش دطرية وحتى هي غادي نخلوها طيب المدة ديال خمسة دقايق ونعود ونطلقاوه ومن بعد ما خرجنا القوالي بجنة ديال الحمود ونطلاجة كان هذا وشك النهائي ديالهم تمنا تعجبكم بنصفة وبصحة ورحة شكرا لأنكم مازالين متابعين حلقة اليوم من برنامج أسرتي موضوعنا المهم فقرة زوم اليوم فرصة باش نتكلمو كيف ما قلت في بداية الحلقة علش كينا الناس كانت ترتاكب وتعود ترجع ترتاكب جرائم باش ترجع للمؤسسات السجنية تفصيل وتحليل علم النفس لهذا الموضوع غادي نتعرف إليه أكثر رفقة الدكتور نزهى الخميري الأخصائية النفسية ربورتاج راجعي للحديث رفقة ديفتنا أزياد من مئة ألف هو عدد السجناء بالمغرب رقم كشفات عليه في وقت سابق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين هات السجناء هناك نسبة تقريبية لحوالي 25% اللي كتسجل في حقهم حالة العود أغلبهم من فئة الدكور حين الآن كنتواجدوا بالسجن المحلي عين سبعة ضال بيضاء واللي كيتعتبر من بين أكبر المؤسسات السجنية للمستوى الوطني من حيث طاقة السعابية واللي كنتواجد به المئات من الدكور والإينات اللي تسجلاش بحقهم حالة العود أغلب هات السجناء قاموا بعدة جرائم كتعلق بالعنف، الصارقة، تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الصارحة إن كنت عايش بواحد الواسط عادي مع ماما، بابا، أخوتي، باخر أخويا كيقرأ أنا كنقرأ صرفي تشديتش تدلو لا؟ صرف صارقة كيكونوا عد نوالو هاتي كنخر شو نشوفنا مش قدروا نعيشوا حيث دانا اللي غيوفروا لي أنا مباركش معها أول شدة عندي كانت في وقت دي المراهقة وتخذك تبع رفقة السوق كانت تعاطل شي أقراس مهلويسة خرجت من هذيك شدة كانت واحد المدة سليبة للحرية قصيرة خرجت منها من بعد أو تانين رجعت من نفس الواسط لشي معي ما تعطلش رجعت أو تانين دوس من شور خرجت طافي دانا نبقوا كيحاولوا معاي بجمعاود نقرأ أو تانين نعاوني صلاح راسي جديد قاية غاية دفتك الهاوية غاية 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 عوشن في 2017 2017 بقال لي مشكلة عوشن السبابة بدأ أصحابي وصحاب تشديش دوس فيها شحال عمونش كين الأنشاطات شكو المهاني لك شنكاش كنبغي لك الساعة نستافي أسباب متعددة كتجعل من طاهرة العود للسجون أفة حقيقية كتواجها المؤسسات السجنية واللي ينبينها المشاكل العائلية والهضر المدرسي خلال وقت مبكير الشي اللي يجعل مصلحة شؤون الجماعية بالمندوبية تقوم إلى جانب العديد من الشركاء بتصطير عدة برامج مهانية وترباوية هدفة الأدوار المنوطة بالمندوبية العامة هو دور وقائي من خلال جملة من البرامج اللي تتقوم بنا سواء البرامج ذات طبع البنيوي كبرامج التكوين والتعليم ومحول أمية وأيضا برامج داعي مع أخرى إدماجية وليست مثل في ورشات التنمية الذاتية في التدبير المقاولاتي في الأنشطة الرياضية في المواكبة النفسية في الدعم والمواكبة الروحية لفائدة سجنة دكتورة الخميري مرحبا بك من جديد شكرا من الناحية النفسية تجربة السجن صعبة لبزيف ديالناس الخطأ وارد يقدر أي واحد يطحفيه وين للعقوبة دياله ولكن الغير مفهوم هو أشنو نفسيا وعلميا ليقدر يخلي واحد شخص يخرج ويأود يدير مشكلة أخرى باش يرجع للمؤسسة السجنية أولا تنبغي نشكر القناة الأولى على استضافتي بإسم هذا البرنامج أسرتي البرنامج الرائع شكرا وشكرا لتصلت الضوء على هذا الموضوع اللي هو ما غنقولش غير وطنيا داخل الوطن ديالنا لكن دوريا هو تأهيل وإدماج غنسميه السجين غنسميه المجرم غنسميه النزيل نحن اليوم تنتقص مفعيل من نفس مصطلحات جديد المصطلحات لحذف الوصمة وصمة العار عند بزاف ديال المصطلحات اللي خصدت تخرج منهم السجين نحن اليوم تنتكلموا على النزلاء والنزيلات النزلاء والنزيلات السجن ولو يكون داير خطأ دنب إجرام ما تتقبلش أنه يتعاقب مش يدخل للسجن العقوبة لا يتقبلها العقوبة لا يتقبلها أي إنسان وإحنا نعرف على أن العقوبة تبدأ من عندنا من صغر العقوبة يأما تكون محضة تسمعوا بالفرنسية فغم معندها لا لتكرار الخطأ العقوبة ما هيش لتقليل من الشخصية هي للرادعة هي للتربية هي لإعادة ما قمنا به نزيل أولا نزيلة نعود لك سؤالي خرج ويعود يدير مشكل أو لو يرتكب خطأ من جديد للعودة للمؤسسة السجنية نفسيا نعلم النفس كيف اشرح هذا النوع من الحالة هل هم ناس كانوا من مشاكل نفسية هل هو نايدام أمان في الخارج هل هم ناس ما نشحتش تلقى بلاستة أو للمجتمع ما نسمحش لها تلقى بلاستة ولا شوية من هادش فيه كامل وغيره من الحاجات الأخرى قبل ما نجاوب غادي نقول قبل ما نطحوه في الجريمة أو في الخطأ أو في القضاء أو في العقوبة خاصة نخدمه على الحد من الجريمة خاصة نخليه الناس ونعلمه الناس على أنهم ميطحوا شيء في هاد الجريمة الناس اللي تيدخلوا للسجن ويعود يخرجوا يعود يرتكبوا باش يدخلوا للسجن إذن واش تيرتكبوه باش يدخلوا هناك سلوكات بشرية عدوانية أساسية سنسميها غارزية عدواني طفل سيقلب الكاس عدواني سيضرب بدون سبب وما إلى ذلك إذن مني تنصلوا للشخص اللي هو ناضج وتيقوم بسلوكات عدوانية ويسلوكات عدوانية تتنمى عدنا في شخصية شيئا فشيئا وفيها بزاف ديال دوافع دوافع شخصية أكيد لأنه هو فيه الوسط ديال الأسرة محيط تربية محيط كذلك ثقافة الجنس سن واش من وسط عائلة متوسط أو غير متوسط الناس اللي تيدخلوا للسجن أكيد كل واحد تقول مني غاد نخرج لا أعاود الكرة لكن كي الناس لأنه هنا هدا موضوع كبير كبير بزاف كي الناس اللي تقولوا غاد نخرج ونعاودها ونعاودها علاش أنا هاد ياري بغيت نفهم إذن هاد نعاودها أولا وهي فيها بزاف كي نحتقار الدات ما تقيقش في راسه تقيقش في راسه تانيا هو ولف السلوك العدواني الأنف بنسبة لي وسيلة وهذا سلوك نحرافي وخا تانيتا كي ين واحد الاحتقار ديال الشخص نزيل توجه المجتمع تخرج بحالي تيفدي تنتقم تنتقم وإلا قلبتي على الطينة ديال هاد الناس بحكم أنقل خدمتي معهم طيبون ضعيفين أكيد أكيد بيتنقلبوا على الخبايا النفسية هناك صدمات على يقين على أن كل واحد اللي تقول واحد شاب تقول لي صرقت وضربت وسيلت لدمه ولكن عز علي ومن يخرج عاوة تصرق احنا ما تنقولش اللي غادي يخرج غادي يدير النفس ما يرتاكبش النفس ما نسميهش جريمة الخطأ يختلف الخطأ أحيانا دائما ترك العقوبة العقوبة خين مخدرات كله تياخد ما يقدرش يصرق أو يقادي الإنسان إلا لكان تحت تأثير مخدرات وخا دكتور نذكر باللي أنتي في هذا الإطار أنتي أخسائية نفسية كترافقي أنه زلاء بالسجل المحلي البرشيد دونك الخبرة ديرك في هذا المجال خلتك تعرفي أو لا تتعمقي أكتر شنو لكي تخلي الناس يرجعوا هل صحيح أنه كينا ناس تقدر تدخل المؤسسة السجنية بسبب خطأ ما يخرج من ورات شهر بشهر أو درجة فقط لأدى مريضة على دروفه الاجتماعية نقولها لكي بالدريجة كي يقولك أنا مزاحمة ودارنا في بيت أنا في الحفز جايب لي الماكلة وجايب لي الشراب ووكل وشعرب ما نزاحمش وش كينا هاد الفئة؟ هاد علاج احنا قلنا الأسباب تختلف اقتصادية اجتماعية ثقافية ولكن هي في الدخلانية ديالها وفي الخضم ديالها نفسية محضة تتلقى لأن هادك الشخص يأما تحتقر في دارهم يأما تعدى وعلي في دارهم هناك تدخل الجانب ديال الاغتصاب والتحرش واحد المرض النفسي المرض النفسي عنده علاقة وطيدة مع الجريمة ومع السلوك العدواني وهنا تنائي القطب تنائي القطب الهيستيريا الانفصام هناك البسيكوبات هناك البغانوية بزاف ديال الامرات بزاف ديال الامرات اليوم بحكم خبرتكم أيضا السن اللي كتشوفوا فيها حالة لأود بزاف والجنس وش النساء ام الرجال الرجال أكتر والمرحلة السنية العمرية ما بينش حالوش حالوش علاقة اللي شفت العمرية المتقدمة للأسف هناك فقدا أمل وأنا تنهضر بلسان واحد شخص فقدا أمل في المجتمع هذا علاش دوليا ولسبب اكتضاد السجون وهذا علاش تتخدم عليه المندوبية السامية للمؤسسات السجنية تتخدم على عدم الاكتضاد تنقل العقوبة البديلة اليوم الحديث على العقوبة البديلة ولهذا كين هاد الناس تقول أجنو الخرج ندير هو متقدم في السن إذن أجنو الملجأ الأخير لا أبناء ولا من يعيل ولا زوجة ولا ما نساوش على أن تخلي ديال الأسرة ونظرة المجتمع ديال وصمة العار احنا ما تنشوفوش أن المجتمع متيقوش هذك خطأ تبقى يسميه دائما المجرم بعد منه وأنا من هاد البلاتو تنقول خاصنا نتفعله مع السجل العدلي تزول بحالة نسميه هلوصخ علاش لأن مني تخرج فين هو التأهيل وفين هو الإدماج والتأهيل وإدماجه هو اللي تخلينا ما نعودش نرجع تنسميه العود إلى السجن مهم جدا أن باش هذ النس ما يبقاش يعود ورجع المؤسسات السجنية خاصة المجتمع بدل صورتو لهذا النهس الخطأ لا نلا انتلا غير نلا مليون البشار لمليار البشار فهذا الكرة الأرضية كل واحد فينا معرض يتاح في خطأ يعرض المسائلة قانونية يخويا قبل ما تحكم للناس شوف راسك وش غا تقدر الدولة بعد غددتك في الخطأ ويبغوا الناس يحكموا ليك انت اليوم كون مصدر أمل أمل لدك شخص وعطيه أمل يقدر يهزلك الكرات في بلاسة لديك شي محل اعطيه فرصة جديدة في الحياة ومدليه للعون ما كنقش بالليقاء الناس غيخرجوا من المؤسسات السجنية بغني بدوما جديد ولكن كين الناس بغوا وكتستحق أننا نعطوها الفرصة اليوم دكتور سؤالي الأخير اللي نختم به هل نحن بحاجة الاستراتيجية نفسية مستأجلة للمرافقة النزلاء باش نقصوا من حالات الأود أكيد وبدون منازع المعالج النفسي والمعالج في حالة الإجرام اللي هو في علم الإجرام خاص لازم يكون في المؤسسات السجنية دكتور لاش لأن مني تكلمت على الشخص المتقدم في سند تكلمت على الشاب اللي احنا محتاجين له في المجتمع وخاصو يلقى سلام نفسي خاصو يتزوج خاصو يتعو وليدات خاصو يكون عنده استقرار ماشي غير استقرار مادية خاصو يكون استقرار واندماج هوية شكون فينا لما محتاج الهوية شكرا بزاف دكتورة شكرا لانك صرفتينا بالحضور تيالك جوقية تدبير حياتي ما تمشيو فينا نراشعين تتحقوين في بلاتو أسرتي ضيفتنا فقرات مع ولدتي سيدة نجات بلالي المستشارة النفسية والكرش المتخصيصة في قضايا الأسرة والتربية الإيجابية مرحبا بكم نورانا بحضورك شكرا أنا الاستدافة ياهلا سهلا من دبا شوية الحديث على كيفاش الأسرك الساهم في تألق الدراسي والنجاح على المستوى الدراسي ديال الأطفال ديالها دورنا وكيفاش خلسنا نتعامل مع ولدتنا من ما راح لأمريا صغيرة ولكن قبل تدبير حياتي كيف ما قلت مشاهدين الكرام فرصة نتعلمون نتعاملوا من ناحية المالية مع فترة ما بين الإيدين إيد صغير والإيد كبير دكتور خدري فترة ما بين الإيدين بش تتميز هي سبينيوم حسبها دكتور خدري مدة زمنية حسبها رأسها فهي سبعين يوم بين عيد الفتر لما تنعيده عيد الفتر كانت بدأوا تسنوا عيننا كان نمشي كان نمشي العيد الأضحى وهذه المسافة الزمنية فيها سبعين فوة 24 يور بمعنى أن هذه المدة سنين خرج من السترس المالي ديال رمضان وعيد الفتر وندوز السترس آخر الوجي ديال عيد الأضحى فهذه المرحلة كتتميز بثلتة ديال حوش كتتميز بالعياء المالي لأنني دوز رمضان بالإرهاق المالي دياله بالنفقات دياله بنفقات اليومية ونفقات ديال ليلة القدر ونفقات ديال عيد الفتر هذة المدة الزمنية كتتميز بواحد نقدر واحد الإجهاد مالي كيعاني منه البيت هذي اللولة ثانية كتكون نسبة المديونية مرتفعة في البيوت في هذيك المدة الزمنية ديال رمضان الأبرق لأنه بعد مرة ما كتكفينيش هذيك السيولة النقضية اللي عندي في البيت كنتر أنني ناخد مديونية المرحلة الثالثة اللي كجيوها هو ذاك النشاط المدير الدخل ديالي حانوتي لاخيري كنترخش ويان بعد العيد هذك الأسبوع ديال مرة العيد كيكون تباطؤ ديال النشاط ديال النشاط المدير الدخل ديالي كيتقاس كنشوفه بزرد الحواج كيسده بزرد ديال الدكاكين كيبدأوا يحلو غي ساعتين ولا ثلاثة كيوقعوا حتى باطؤ من بعد المدى ديال رمضان هذة ديال الحواج فين كتديني كتبدأت هي نيلدك الاسترس ديال عيد الأضحى اللي جاي ناري ما عنديش الكبش ومجمعتش الفلوس وانت دكتور خدري بالك عائد الأضحى كان بزاف ديال الأسر المغربية اليوم ما يسبب لها أكتر الأياء المالي هو أن هذك المرحلة ما بين الأيدين كتكون في أغلب المدارس المرحلة الفرصة الأخيرة الإعادة تسجيل أطفال ديالهم واللي عنده جوجود لسات الولدات هل تتزد عليهم ستخيس من الناحية المالية ما بل كاريج غج بتشعج أخرى والأطلة اللي جاية والكونجي مرى العيد دابا نحن نشوف قبل العيد ره ديال المرحلة ديال الضغط المالي على الدعم المدراسي والرعاية ديال الأطفال وهذا باكالوريا هذا جدعم وحد هذا إلى خير كلهم درالي الآن إلا هالي كانزيدوه الفيزيك هالي كانزيدوه الرياضيات حتى البيوت كانت تعاني على ذاك المستوى لنجدت لك عياء مالي عياء مالي واسع واشا دكتور خضري العياء المالي اللي اسمحت ليس يكون غير فقط الأشخاص اللي عندهم مهن خلينا نقوله مدرا للداخل قدر كل نهار ونهار وكل نهار ورزق كيفما تنقوله غير مستقرة غير مستقرة أو لا ممكن حاضر أيضا هذا العياء المالي عند الأشخاص حالة نفسية كنحس بها أولا عندما نحس بها في جيبي العياء المالي كنحس أنني اترهقت لأنه سواء نفقة ديالي فاقت الدخل ديالي سواء كنحس أنني مهدد في شي مديونية كنحس براسة أنني ما غير نخرج شهر وخي يكون عندي داخل قار ولا غير قار بمعنى أنه الناس بجوج الأسار بجوج كيتعاني من داك العياء المالي اللي هو حالة نفسية كنحس بها قبل ما نحس بها في جيبي فاش كان تكلمو على العياء المالي فين كينا أخطأ أنا اللي كتوصلنا ليه وتختلف نسبة العياء كل واحد كي اللي عنده نفس قصير دقيقة يعني متوسط كي اللي نفسه طويل ما كيبدأ يحس بالعياء إلا في مرحلة متقدمة شو اللي كيخلي الأسرة المغربية والبيوت المغربية تختلف المرحلة اللي كيحسوا فيها بالعياء على طول السنة واش أخطأنا المالية اللي ارتكبناها قبل واش سوء التدبير واش ما كيش مخطط مالي لطول الآم فين كي الخالة اللي دكتور خدري كل شي بمعنى أن صبيب المالي سيولة النقدية اللي عندي هذي كالطريقة باش كندير ديبي فنانسية بمعنى أنه عندي واحد متوسط معدال أصلي ما نفوتوش فالنهار أنا كان أرهق نفسي وكان فوتو وكان قول غدا نعوض هذ الخطأ اللي درت اليوم هذا اللي زد فيه شوية في القياس ديالي فقط في الصقف ديال طموحات ديالي لأنني أنا في بيت وبالتالي من ين كان نفوت البلافون ديالي اليوم رغضي نخلصه غدا لأنه غدا سني نعوض هذك اللي مارج بنيفيسير هذك اللي بغتي تقول لي هذك اللي كالفينانسية اللي وقع ليا سني نعوضو سني نصلحو باش كان ولي جدو بالليفور لك المجهود اللي كان بدل سيكون مزدويج نعوض الخطأ اللي ارتكبت البارح ونحقق توازون ديالي اليوم اهه شتي البيت كي بداي الترهق هذك شاش كان حسو حتى في البيت لا تغمينو المصطلحات اللي كانستعملو في البيت ديال إنسان مرهق كتبان أنا بركة عليا وانا رعيت وانا تشير زدو فيه وانا تشير كان دو نحسو المؤخدات وكان حسو بوحد النقاش شوية سخون داخل البيوت هذي المسألة كانت بقى مستدامة حتى كانوصلوا للعيد الكبير هذك هي المرحلة الخائبة لأنها ما حد العيد الكبير كيقرب عيد الأضحى كيقرب وانا كان حس أنني ما تصندش الخوضري مني كان كيقولينا عشرة الدرهم في النهار باش 365 يوم مضروبة في عشرة الدرهم غا تعطيني 3650 درهم ونعيد بحالي بحال الناس بدون مديونية ما تصندش ليه إذا نفديك 70 يوم مش كاتولي كاتولي 50 درهم في النهار باش نوصل 3000 و500 درهم لنا 70 يوم 70 يوم هي 70 ألف ريال إلا بغيت نخرج جراسي بالأضحية والنفقات الموحيطة ديال النفقات الموازية بسكليا ديال نسوخ شوية شوية البانيوات دكتور خدري لاش نسكتا تشري البانيوات وتسطولة كلها عيد كبير هذي من من تسأل هشنو كينفائل من نفس المالي أنا بغيت غير نفهمها هادكت جديد ديال الأسطول ديال العيد الأضحى لأنه كان بدون نجدده نفسروا من ناحية نفسروا شوية كان عاودون نشتريوا الكيسان أعلش تجديد حيث نكين بغيوا العيد بحالكت جي أضحية جديدة خسامة ريال جديد كان بدون نجدد هي فرحة ولكن فرحة غير مبررة لأنها غادي نخلصها من جيبي من بعد وذيك 3500 درهم ما غدت قدنيش وانا فينا بعدها جمعتها لأنها خسني الواحد لمجهود ديال 50 درهم فائد قيمة 60 فالو غا جهود موش عندي ولا ما عنديش لا عنديش لأنها خسني المعدل متوسط خسني يدخل عندي بعدها من عندي دكان رخسني 170 درهم فالنهار رخسني جيبها عادي نزيد علىها 50 درهم ديال عيد الأضحى اللي ما تنش وإلى ما شريتوش بها الطريقة غا ندخل غا نشري الكبش بالمديونية وهدي هي اللي ما بغيناش ومن شنولي ساهل 10 درهم يوميا لطيلة السنة أولا يقرب العيد ونبدأ في 50 درهم بشكل يومي باش نقدرون نعيده غي هو مهم بزافة دكتور خدري نذكر المشاهدين باللي قيمتك في المجتمع رهما شي بحجم الحول اللي غادي تشري ولا معيد ببقرة ولا ما نعرف باش معيد هي سنة سنة ناس اللي عندها القدرة إليها غادي تديرها وما سبقا وش تقلبوا على أنكم تبانوا على جيرانكم وعلى آئتكم وشكل حاولي كبر من الحاولي دير الشجار وشكل حاولي اللي قرونوا ملوية ومعودة ملوية ضحيوا باللي قسم الله مهم في هذا الأجواء هي اللقات الزوينة اللي كان إيشوها مع فاديتها طبعا وإلى سمحتها زيد تفضل لأن نقطة مهمة جدا في إطار غا باش نزكي الفكرة اللي قلته هو أن هذا العيد كبير مني كان ديره بالمديونية ركي وقع عن زلاق ديال المديونية بحل ديك اللولابيات المديونية تبقاش هدف بعضياتها تبقاش هدف بعضياتها حتحنا في 6 شهور اللي في عقاوت المصرف هذه كرة هي 6 شهور ديال كورة التلج اللي أنا حتى العيد عيد الأضحي لا شريته بالمديونية اهام إمتى غنخلصو في العطلة حتى العطلة غنديرها بالمديونية كورشي غايد ديكالة وغادي ندير الدخول المدرسي ديال الولاد وهدية الكاريتة غادي نديرو التهوى بالمديونية وغادي نقول لي ما كان بقاش نعرف شخص ننخلص في سلم الأولويات والتراتبية ديال المديونيات اللي عندي أنا ما دين الجامع في كل شي وكاي بدا البيت يخبطو 15 شواء وما كيبقاش يعرف سلم الأولويات شكون ننخلص وكان ننخلص كريدي بكريدي وتتراكم الديون على البيت وهذه هي بداية النهاية وهذا الشي اللي ما بغيناش والشي اللي يعطينا 800 حالة طلاق في النهار معك من الأسف شكرا لك دكتور خدري ونتمنى أننا ننساهم في النشرة والوعي والثقافة المالية تكلمت على الدخول المدرسي مشاهدين الكرام فعلاقة بقرية من جيل الجيل احنا كلنا تنبدل المجهود وليدنا وجدودنا كل واحد فينا تبدل المجهود باش وليداتو يكونوا متفوقين في الدراسة ديالهم يكونوا تقرؤوا مزيان يجيبوا نوقات مزيانة ولكن كيفاش كأسراء وكوالدين خسنا نتعاملوا مع وليداتنا الضمان أن وليداتنا يجمعوا بين التفوق المتعة وتجربة تكون مميزة لهم بدون ما أننا نوقعوا في فخ الدغوطات ولأننا نحقوا أحلامنا المؤجلة في ولادنا بأننا ندفعوهم يختاروا ميهن وتخصصات اللي هما ما بغيناش فقط لأننا نحنا ما درناهاش شنو هما طرق سليمة المواكبة تولداتنا في مرحلة الدراسة سيدة نجاة بلالي نذكر هي مستشارة نفسية وكوتش في متخصصة في قضايا الأسرة وتربية الإيجابية جاوبنا على سئتنا فقرت مع أولداتي ما سمشوا فيه نجاة بلالي بحكم الخبرة ديالكم وتخصصكم في هذا المجال كيفاش كتبنا مفهوم مجتمعاتنا على الدراسة وعلى المستوى الدراسي ديالولادنا وشنو اللي جاب لنا من جيل جيل تواردنا ديك قرأ خسك تقرأ خسك تجيب النقاط بزيف وخسك تدير هالتخصص وهالتخصص ما عندوش قيمة هذا الصورة وهذا المفهوم اللي بنناه من مجتمع المجتمع منا شو جانا هذي كلها مفاهيم غالطة اللي كتخلينا كنفرضوا على ولداتنا شي حويج اللي هما يصنع ما قادرينش يواكبوا في هذو كالتخصصات هذا موضوع اللي نقدرون نديروه في شي حلقة أخرى ديال ما كنخلوش لهم استقلالية وكنخلوهم دموا معتامدين على رأي الآباء وتوجيهات الآباء اللي كتكون في الجهة السلبية ما شيف الجهة الإيجابية نعم غالنا ربطوا بالموضوع التفوق الدراسي فين كيتبنا النجاح ديال لولدات ديالنا باش يكونوا الأكثر اللي تفوقوا في الدراسة وخا بتداء من أي سن خسنا بدا ندويوا مع ولداتنا نعم على القراية على اللقات على أهميات الدراسة وتفوق فيها في أي أعمار غايبوا يفهمون أولادنا منذ الولادت العملية التعليمية التعلومية كتبدأ من منزل منذ الولادة هذي الولاد كيقدر يحس بالنجاح والتفوق مع مرور المراحل العمرية خطوات الولاد يمشي يمشي في البداية ديال الأكل دياله كيفاش يكون منظام في اللباس دياله كيفاش يكون نقي لأنه ما بدومه الخطوات الأولى اللي كتخلينا نحكمنا على هذا الولاد كيفاش غيكون في وسط المدرسة وكيفاش غايكون دفتار دياله كيفاش غايكون الواجبات المنزلية كيقوم فيها كيفاش غايكون التواصل وذلك هو العملية ديال التفوق أنا مش شي كاتبني هغي الأسرة هي عملية اللي كاتحكمها وحد المقاربة نساقية فيها مجموعة من المتغيرات ومن المكونات اللي كاتحكم لنا هاداك العنصر هاداك الولية ديالنا ولا هاداك المتعلم مش غايكم تفوق وللا اشنو هما هاد النوقات؟ هاد العناصر كان أول عنصر الأسرة لأنه التفوق ما كيجيش من فراغ يجي من وراء جدران بيوت كان المدرسة والأسرة هنا كان قادرون هادروا على الأسرة فيها الأسرة الهرمية والأسرة النووية عدنا المدرسة نتحطوا على المينهاج واش التلميذ واش الولد ديالنا غادي مع هاداك التوجه واش الأستاذ خلق ليه دوره في المناسبة ولا عقده في هديك المادة وعاد هنا كان الأسرة وكينا المدرسة ونقدرون نشوفو تتنشيئات الاجتماعية النشيئات الاجتماعية هي المحيط الشارع الأصحاب ما منسي العاب هادو كلهم كيلعبوا دور فهذاك التفوق ونجاح ذاك الابن لأنه الابن ديالنا كان قدروك نوجهه ونواكبه ويكون تتبه ويقدر واحد آخر كيعاودي انفليونس عليه أطر عليه بواحد طريقة سلبية؟ نعم بطريقة سلبية يقدر بدلي التوجه هو علمي يقدر يقول لي الله مشيو الأدب يخلعه من الفيزياء يقدر هنا فيك يوقع هاداك دور الأسرة كيفاش نقدرون نساهمه في التألق والنجاح ديال ابن ديالنا واخا باش نقدر كأسرة نساهم في النجاح دولي داتي في المجال الدراسي مهم بزاف نو أمله والبلي دكاءات أطفالي مختلفة نعم نحن تكلمت نجاة على المحيط وراه في الدار الخوط مع بعضياتهم ومختلفة دكاءاتهم نعم دك شي لاش خاصنا يكون الاحترام ديال دكاء ديال كل واحد فهنا إمتى كان بنيه الاحترام كان بنيه الاحترام بالتواصل الدائم والحوار المتواصل وصل عائلة باش نعرف ولدي رهد كيف الرياضيات ولل عنده دكاء لغاوي ولل عنده دكاء علمي ولل عنده بها دك التواصل بدك الاحتكاك ديال ما أنا مع ولدي يوميا لأنه ده بالبنية ديال المجتمع المغربي في تغيرين مستمر اللي خلات كان واحد الشرخ أساري وسط أسرة الأم ما كتعرفش شنو الدكاء ديال ولدها ما كتعرفش فين كي يبدع شنو أش كي يحب لأنه كتقدر تشوفه غي ساعة في النهار ولك شافتو قتقدر معاه غيفش يحويج علش البستيهاك ما كتقدرش معاه تف النشاطات ولمراسات يومية شنو كتبغي تقرأ شنو تطبيق الدير نعم ما تسولوش تلتيام أش وقع لي في المدرسة شنو عشتي أش عاش في المؤساسة شنو في كيلقى الصعوبة شنو المادة اللي كي يحب شنو المادة اللي ما كيحبش وده برات شي كاللاحظوه في المؤسسات العمومية لأن في اللقاءات اللي كتقام مع الأسرة والمدرسة ما قوش كي يجيوا الوالدين كينواحد من خفاض مو هويل ديال حضور في مؤسسات تعليمية ما كيسولوش على الولادين لأنهم كيدروا لهم في شي وقت هو الأم عاملة والأب عامل ما كيجيوش ما كيحضروش تادي التواصل اللي كيكون في ثلاث شهور ولا في مرة في الشهر ما يقدروش يجيوا لها الأبع كيفاش اليوم نبني منهج مع أوليداتي وطريق نرسمه خارطة طريق تفوق دراسي كل واحد غير تفوق على حسب القدرات دياله لما شو يدي ما 18 و 19 تفوق دراسي داخل فيه الجانب النفسي أيضا أن والدي وبنتي كنو كيقروا وهم مستمتئين كيفاش هاد خارطة الطريق تضطر سما ناجات واشنو ركائز هالأساسية نعم هذي النقطة جد مهمة لأنه كالقوش حلم واحد متفوق دراسيا تعيس في حياته ومكتائب وسد عليه ديما هو غاك يحفظ باش يجيب ديك 19 و 20 كالقوش حلم واحد سعيد وغاك يجيب غاية 8 ياس ويتسورفا وهذاك شي ولي خاصنا نلعب وعلى النفسية يكون متوازن ما عندوش اشترابات نفسية يكون واحد الإب اللي يكون متوازن كيحسب السعادة وكيحسب المتعة واللدة وهو كي يزاول الواجبات دياله وكي تناول لك شي خاصه هو وهو كيحبي يمشي للمدراسة ماشي بالززم ماشي بالتفيع كيفاش تدير والشي كان هادو بتشجيع بعدها الحوار بعدها نعود نتكلم على التواصل والحوار اللي خاصه هما ركيزة أساسية هما ركيزة من دلعائم تشجيع والتحفيز وعدنا هنا دي ميساج اللي كان واحد رسائل إيجابية داخل في التربية الإيجابية اللي كان دون مروا لوليدتنا يوميا عدو واحد تعطر في مادة في مادة ما ما نخليوش عندو التخوف خلو يعبر على المشاعر دياله علاش علاش لأنه يقدر يكون عندو واحد القدرات خارقة في ديك المادة ولكن غير الأستاذ اللي خلق لي واحد أم بلوكاج أولا غير طريقة ديال التواصل أولا غير زميل اللي قال سحداه خلق لي مش كيل محسنا نسمحوا لوليدتنا يعبروا خاصهم يعبروا وما خاصهم يكونوا سعداء هم كي ياخدوا هذيك المادة ما نخلوهمش واحد الكومة من العقد ما كتعبرش على على المشاعر دياله وعلى كل ما يروج داخل المحيط المدرسي شكرا لك بزاف على هادا المعلومات اللي قدمت لنا لحديث كتير في هاد الموضوع أكيد الرجوع له في حلقة مقبلة وكالوقت ما سيسمح شرفتنا بالحضور ديالك مبارك الله وفيك ودكتور شكرا لك أيضا فهذا مشاهدنا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ملغم عيدنا يجدد في حلقات مقبلة شكرا لحسن المتابعة شهية طيبة تبقوا إلى خير أهلا الأولى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة